هذه نملة ميتة تحملها أختها إلى المقبرة سبحان الله هذه النملة وهي تحتضر الآن لحظة خروج الروح تفرز رائحة اسمها رائحة الموت هذه النملة لا تترك وحيدة أبدا تأتي نملة أخرى بسبب الرائحة وتأخذها وتحملها لتدفنها في مقبرة خاصة اسمها مقبرة النمل لو لا هذه الطريقة في دفن الموتى لهلكت المستعمرة وانقرض النمل منذ ملايين السنين وانظر معي إلى عاطفة هذه النملة التي تحمل أختها الميتة فلا تتركها بالفعل هي أرحم من كثير من البشر حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيها الأحبة اليوم سنتعرف على طقوس دفن الموتى عند النمل انظر إلى الاحترام احترام الكائن لأخيه الكائن الذي فقده الكثير من البشر اليوم للأسف انظر معي إلى هذا الاكتشاف العلمي الحديث حيث لاحظوا شيئاً عجيباً أن أي نملة تموت تسارع بقية النملات وهناك نوع من النمل متخصص بدفن الموتى سبحان الله وهذا النمل يعيش على أطراف المستعمرة لكي لا يلتقط البكتيريا والفيروسات انظر معي إلى هذه النملة وهي تحتضر انظر هنا أخي الحبيب تبث موجات كهراطيسية خاصة تعرف بقية النملات بأنها ميتة هذه اللحظات الأخيرة لاحتضار هذه النملة قبل وفاتها ماتت الآن فتبدأ بإفراز رائحة تتعرف عليها هذه النملات فيرمونات خاصة حمد الأوليك فيها تعرف النملة نملات خاصة تعرف أن هذه النملة قد ماتت فتسارع لأخذها وإخراجها بعيداً عن مستعمرة النمل بل إن النملة أصلاً تموت خارج المستعمرة تشعر باقتراب أجلها سبحان الله النمل يشعر باقتراب أجله فتذهب النملة بعيداً عن مواقع النمل ومساكن النمل لتموت وحيدة ولكنها وهي تعاني وتموت تطلق هذه الروائح الكيميائية فيرمونات خاصة تسمى فيرمونات جنائزية أو فيرمونات الموت تطلقها لمسافة عشرات الأمتار فتأتي نملات متخصصات بدفن الموتى سبحان الله لتأخذ هذه النملة وتحملها إلى المقبرة وأحياناً قد تبقى ساعات أو ليالي وهي تسير بها المهم أن تضمن أنها تموت وتحمل بعيداً انظر كيف تحملها وتتحمل مشاق حمل هذه النملة وتأخذها بعيداً وتسير فيها إلى مكان آمن بعيد عن المستعمرة حقيقة أيها الأحبة هذا السلوك غريب جداً النمل يقوم به منذ 150 مليون سنة تصور معي أخي الحبيب اليوم هناك بشر يقتل بشر ويتركه هكذا في العراء هذا النمل والله إنه أرحم من كثير من البشر ببعضه سبحان الله هذه النملة تساءل العلماء لماذا تسلك هذا السلوك ما الذي يجعلها تحمل الموتى خارج المستعمرة تبين بعد دراسات طويلة وأبحاث منشورة حديثاً أن النملة الميتة غالباً ما تكون مصابة ببكتيريا خطيرة أو بعض الفطريات أو بعض الفيروسات التي لو بقيت داخل المستعمرة ستتكاثر وتنتشر وتهلك المستعمرة لذلك في عالم النمل لا يحدث شيء اسمه الطاعون مثلاً أو تحدث أو يحدث وباء مدمر لا هي منذ البداية وهي تموت تفرز هذه الرائحة زودها الله بقدرة على إفراز حمد الأولك الذي تتعرف بقية النملات من خلاله أن هذه النملة ماتت فتبدأ بإرسال نملة متخصصة مثل هذه تكون بنيتها قوية ولديها قدرة على الشم ولديها قدرة على المسير لأيام وتعرف أين تأخذ هذه النملة الميتة لتدفنها في مقابر خاصة بعيدة عن المستعمرة الغريب أيضاً الذي كشفه العلماء أن مثل هذه النملة المتخصصة بحمل الموتى هذه النملة لا تعيش داخل المستعمرة سبحان الله لكي لا تنقل البكتيريا التي أصابتها نتيجة حمل النملة الميتة لا تنقلها إلى المستعمرة فتجدها تعيش على أطراف المستعمرة لتتجنب البكتيريا والفطريات الموجودة لدى النمل الميت وكأنه عالم شبيه بالبشر فيه توزيع للأدوار فيه اختصاصات سبحان الله يعني دائماً أيها الأحبة مثل هذه المشاهد نقول من الذي علم هذه النملة أن تشم رائحة الموت من الذي أجبرها أو أمرها أن تحمل هذه النملة طواعية من دون أي مقابل يعني لا تأخذ ثمناً لذلك من الذي علمها أن تحملها بعيداً وتسير أيام فيها مشقة كبيرة من الذي علم النملة التي تحتضر وهي تموت علمها أن تطلق هذه الفيرمونات الخاصة لتعرف بقية النملات إنها ماتت طيب من الذي علمها أصلاً أن أجلها عندما يقترب تبتعد عن المستعمرة وتموت بعيدة تعاني لوحدها سبحان الله ليس بجانبها أحد تعاني لوحدها وتترك حتى ينتهي أجلها وتموت ثم سبحان الله تأتي نملات متخصصات بدفن الموتة لحمل هذه النملة الميتة أولاً تتأكد من موتها ثم تأتي النمل المتخصصة هذه لتحملها بفكيها القويين وتذهب بها بعيداً إلى المقبرة أنظر إلى احترام الكائن لدى هذا النمل الذي نظنه لا يعقل وكثير مننا يتخلص من النمل مع أنه عالم راقي جداً ونظيف جداً وحساس جداً هو لا يريد إلا أن يأكل ويعيش فقط هو لا يؤذي غير مؤذي أبداً لذلك في القرآن العظيم أخي الحبيب هناك سورة سورة النمل التي يستهزئ بها المشككون ويقولون ماذا يتحدث القرآن عن حشرات وكائنات لو علموا أسرار هذا النمل حقيقة سيكتشفون أن النمل من أذكى الحشرات وأعظم أنواع الحشرات وأكثرها تعقيداً وفيه آيات كثيرة الخالق وضع الكثير من الآيات في عالم النمل هذا سبحان الله عندما تنتشر عدوى معينة داخل المستعمرة فتصاب مئات النملات بعدوى بكتيرية أو فطور أو غير ذلك النمل يتحسس روائح خاصة أيضاً لهذه النملات فيبدأ بحمل هذه النملات وإبعادها بعيداً عن المستعمرة لتموت وحيدة بعيدة لماذا؟ لمنع الوباء طيب البشر ماذا يفعلون عندما يصاب مجتمع ما أو بلد ما بالعدوى؟ الطاعون الوباء كورونا مثلاً أو غير ذلك مباشرةً يبدأون بعزل ما يسمى بالحجر الصحي بعزل النملات المصابات بعيداً طيب هذا ما يفعله البشر النملة تطبق الحجر الصحي منذ 150 مليون سنة قبل أن يخلق الإنسان بعشرات ملايين من السنين طيب من الذي علم النمل هذا السلوك الحضاري المتطور في علاج الأوبئة والأمراض المعدية؟ من الذي هداه لاتخاذ هذه التدابير؟ إنه الله عز وجل الذي جعل هذه الكائنات أمم أمم أمثالنا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والله أيها الأحبة الذي يتعمق بهذا التصميم الإعجاز للنملة ويتعمق بهذه الدقة وهذه يعني هي تتفوق على البشر بلا شك إذا مات إنسان يتطلب أجهزة وأطباء وقياسات وأجهزة قياس وغير ذلك للتأكد أنه مات النملة بكل بساطة عندما تموت وهي تحتضر كما رأينا تفرز فيرمونات خاصة رائحة الموت النملة القوية المتخصصة بدفن الموت تلتقط هذه الرائحة ثم تذهب بسرعة لتفحص هذه النملة الميتة وتتأكد أنها ماتت ثم تحملها انظروا معي هذا المشهد سبحان الله لاحتضار نملة كيف تحتضر كيف تموت وحيدة منعزلة لأنها لا تريد أن تؤذي بقية النملات انظر طواعية تذهب وتحتضر وتبث رائحة خاصة تقول لهم أنها ماتت فتقترب النملات منها لا تترك وحيدة ولا يتم إهمالها بل يتم تكريمها ودفنها في مناطق خاصة تسمى مقابر النمل وهي بعيدة جدا عن مساكن النمل بهذه التقنية تستطيع النملة أن تنجو بنفسها أن تنقذ ملايين النملات من الموت وكذلك بهذه التقنية تعلمنا النمل درسا نحن نتعلم من النمل أيها الأحبة احترام الميت الحجر الصحي تنظيف المستعمرة الحرص على أن لا تصيب هذه البكتيريا أو الفطريات التي أصابت النملة الميتة تحرص على أنه لا ينتقل لبقية النملات بعض البشر يقتلون بعضهم بلا سبب سبحان الله فانظر لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن بعض هؤلاء أولئك كالأنعام بل هم أضل يعني بالفعل هناك كائنات من البشر أقل مرتبة من هذا النمل الذي نظنه أنه مخلوق حقير تافه لا يعقل بالعكس النملة لديها إحساس لديها شعور لديها حب وكره لديها تحليل للمعلومات لديها التواصل ذكي يعني النملة المتخصصة بحمل النمل الميت تكون بعيدة فيتم استدعاؤها خلال نملة أخرى تطلق ترددات صوتية مسموعة يعني عندما قام العلماء بتكبير الترددات الصوتية التي يطلقها النمل تبين أنها في المجال الذي يسمعه الإنسان هي كلام حقيقي تتحدث ولكن هذه الترددات ضعيفة جدا تحتاج لأجهزة تقوية فيقول العلماء إن النمل يدردش ويثرثر ويطلق تحذيرات حتى إنهم سجلوا مقاطع للنملة وهي تحذر بقية الأفراد من خطر محتمل كل هذا تحدث عنه القرآن في آية كريمة الله سبحانه وتعالى يقول قالت نملة حتى إذا أتوا على وادي النمل سيدنا سليمان وجنوده حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك يا رب ألهمني أن أشكر هذه النعمة ونحن الآن ينبغي أن نقول يا رب ألهمنا أوزعنا أن نشكرك أن أريتنا هذه الآيات أن أريتنا أسرار هذه المخلوقات وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أنه الحق